السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بهذه الكلمات ايمان يونس يهاجم مجلس الزمالك ويطالبهم تعليق على ما يحدث في نادي الزمالك من حالة عدم الاستقرار على كافة الاسعادة وعلى الازمات الموجودة في النادي والذي كان اخرها ازمة شيكابالا ومرتدى منصور طلب ايمان يونس نجم الزمالك الاسبق من مجلس ادارة نادي الزمالك الرحيل عن النادي معتبرا ان ما يحدث غير مقبول مدافعا عن شيكابالا وعبر الصفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر كتب ايمان يونس قائلا اساد عضاء المجلس المتبقين اذا كان لديكم زرة حب متبقية جوه لكم لنادي الزمالك فاستقيلوا حتى نتذكر لكم موقف جيد وكفايا بجد اما شيكابالا الاسطورة المخلص ابن ندينا جينات دم روح فانا اشهد لك انك في كل مواقفك كنت عاشق للزمالك وجمهيرو بدون مزايدات يا عمى ايمان يونس خل غيرك يتكلم ما انت قافل بقك من زمان من ساعة الزمالك ما كان في ازمات 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 وانت قافل بقك وقاعد بس في استوديو التحليلي مع سيف زاهر وشوية المتزملكين قاعدين تعلقوا واقاعدين تحللوا مباريات وتكبشوا وتحطوا في جوبكو وتعملوا اعلانات انت وحازم امام حبيبك حد بص النادي الزمالك اش معنى دلوقتي بتوجه رسالة لنادي الزمالك الحبيب حبيب منين يا حبيبي انت اللي تبعد خالص على النادي الزمالك انت وشوية المرتزقة اللي بتحوموا حاوليه دلوقتي اللي عايز يساعد كان ساعد من زمان الناس فهمكوا كويس وجمهير الزمالك مش عبيطة جمهير الزمالك عارفة كويس مين اللي بيساعد الزمالك ومين اللي واقف في ظهر الزمالك ومين اللي ما يستهلش انه يجيب سيرة الزمالك على لسانه